أعلن المشروع السعودي مسامل نزع الألغام في اليمن عن نزع 1353 لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري وقال المركز في بيانا له إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 1049 ذخيرة غير متفجرة وتس عبوات ناسفة بالإضافة إلى نزع 277 لغما مضاد للدبابات و18 لغما مضاد للأفراد وأشار إلى أن فرق مسام نزعت منذ طلاق البشروع 183 ألفا و581 لغما وذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة